سيادة السفير متحة الميليجي سفير مصر في الكاميرون الحقيقة اتكلم من بلح وقال ان في قد تكون هناك مفاجأة بكرا ان في طيارة تسافر احتمال كبير جدا 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 ان في طيارة بكرا الصبح الساعة 6 او لا 7 الصبح تسافر تروح الكاميرون تحضر المباراة وترجع تاني خلي بالحضراتكم ان ده الدولة المصرية كلها بتتعاون في هذا الامر ان احنا نصفر عشان ما يبقاش بكرا منتخبنا الوطني في الملعب الوحد عشان منتخبنا الوطني ما يبقاش في الملعب الوحد فبالتالي الكل بيتعاون والكل بيتشارك علشان بكرا يعني لو وصل لي تأكيد بهذا الامر هقوله لحضراتكم على طول عشان بكرا يبقى فيه مجموعة من الجمهور موجودة خلف منتخبنا الوطني شوف حضرتك احنا وصلنا لفين عايزين نبقى فيه جمهور ورا منتخبنا الوطني عشان ربنا يكرمنا ونكسب المباراة ان شاء الله ده الاهم خلال هذه الفترة ده الاهم اللي بيحصل مع منتخبنا والوقفة مع منتخبنا وكل اللي بيحصل مع منتخبنا ده هو اللي احنا بننتظره من الشعب كله ان شاء الله في مباراة بكرة في مباراة بكرة تحديدا لان دايما المفاتيح بتبقى في البدايات خصوصا اذا كانت البدايات مع منتخب كبير زي المنتخب الناجيري منتخب الناجيري واحد من أكبر وأهم المنتخبات في إفريقيا في النهاية عندك مباراة صعبة مباراة مهمة إيه اللي هيحصل في هذه المباراة حنشوف حاجات كتيرة جداً جداً وحنشوف رأيي النهاردة كالعادة الحقيقة دايماً حلقاتنا اليومين دول بتبقى سريعة وقوية جداً لأنه عايزين نعرف إيه اللي بيحصل هنا ولي بنحصل هنا بنحاول نجيب لحضراته وتليفونات من كل حتة علشان نعرف الدنيا كلها فيها إيه أو أمم إفريقيا فيها إيه والنادي الأهلي طبعاً